اشتركوا في القناة ووزير الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السيد إبراهيم مره وزير الداخلية السعودي صاحب سمو الملكي استقبل أيضا من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مره الطرفان تبادل سبلة عزيز التعاون الثنائي بين البلدين أشرف اليوم الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على الاحتفال بذكرى الستين لتأسيس بنك الجزائر حيث أكد حرص بنك الجزائر منذ تكوينه على مرافقة وتأطير التطور الاقتصادي والمالي للبلاد رغم التحديات الكبرى التي واجهها وهذا بفضل الأليات التي اعتمدها والتي تكيفت مع الخيارات التنموية المعتمدة ومن بين أهم الورشة المفتوحة أمام بنك الجزائر ورشة رقمنة المدفوعات والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسيرها تحت مسمى الدنار الرقمي الجزائري الوزير الأول أعلن أنه سيشرع مستقبلا في فتح فروع بنكية جزائرية في الدول العربية بالتنسيق مع صندوق النقد العربي وفتح رأس مال بنكيين عموميين للخواص خلال 2023 هذا فيما أكد محافظ بنك الجزائر أن احتياط الصرف يفوق 60 مليار دولار أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن بالمركزي الدولي للمؤتمرات عبداللطيف أحال على افتتاح أشغال الدورة الثالثة لمؤتمرية الوزراء والقيادات المسؤولة عنية التعليم والتدريب الفني والمهني وهذا بحضور رئيسي المجلسي شعب الوطني إبراهيم بوغالي ومستشاري رئيسي الجمهورية وأعضاء من الطاقمي الحكومي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليسكو ويهتف هذا اللقاء المنظم تحت عنوان مؤامة والتعليم والتدريب الفني والمهني لسوق العمل ومستقبل الاقتصاد الأخضر والرقمنة يهتف إلى اعتماد خطتي التطوير الشاملة لقطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي وإثراء التجارب الوطنية في هذا المجال وبالمناسبة أكد الوزر الأول حرص الجزائر على العناية لمجملية القضايا التي تهم مصلحة المواطن والمتعلقة بالنهوض بثقافة والعلوم في موضوع آخر لقيت قرارات رئيسي الجمهورية المنبثقة عن مجلسي الوزراء والمتعلقة برفع منحتي البطالة والحد الأدنى للتقاعد والزيادة في النقطة الاستدلالية لرفع الأجور لقيت استحسانا وتثمينا من قبل المواطني زيادة هذا السيد الرئيس نشكره نشكره الدولة على دينا فيها تيقا والحمد لله نجاتنا على غفلها ما كناش كمعها نشوفه تدريجيا ما عشتت عليها تطلع احنا بارك الله في الرئيس في هذه الزيادة احنا ما كناش نتقارع فيها هذه وهذه زاد حاجة مليحة في وقتها الرئيس رهدر رقال علي زيادكم للترتي نشي جميل جدا وهذا قرار تاريخي قرار صعب وممتاز ونحن نسمينه قسمينه قاطع منحة البطالة اللي زاد رفع لهم من الأجر رئيس في القمة وان شاء الله دايما نكون معاه للأجمل والقادم ان شاء الله يكون أجمل ونحن دايما متفائلين برئيسنا رجل شجاع وقادر يعني يفي بكل التزاماته والحمد لله بدأ يعني الأمل بدأ والفجر تعالي عن الجزائر بدأ يطلع الحمد لله الشعب في كامل تفاؤل والأمل هذه حاجة مليحة أخويا حاجة بوزيتيف التفاتة مليحة الشابة بهذه ما يخص البيضالة ما يخص الأجوة اللي خدامي في الدولة وان شاء الله تزيد تسقم البلاد منه ورايح التفاتة طيبة وقرار صائف لصالح الفئات الضعيفة والفئات المتوسطة وعلى وجه الخصوص العاملين في تابع الوظيفة العمومية وكذلك المتقاعدين قرار مليح في فايدة الموظفين حاجة مليحة يرفع على المستوى المعيشي تنمويا وفي المشاريع الوطنية الهيكلية أشرف وزير النقل كامل بالجود اليوم بولاية سمسيلت على تدشين خط السكة الحديدية سمسيلت بوكزول لمسيلة الممتد على طول مائتين وتسعين كيلومتر ويعاد هذا الخط لنقل المسافرين والبضائع والمنجز من طرف مؤسسة عمومية وطنية شطرا من خط الهضاب العليا ويندرجو ضمن البرنامج الوطني للسيكاكي الحديد يوم شأن هذا الخط الذي تصل سرعة القطارات به إلى 160 كيلومترا في الساعة الإسهام في فك العزلة عن ولاية سمسيلت وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية واستحداث مناخ ملائم لجذبي الاستثمارات بالمنطقة وكذا توفير مناصب الشغل أشرف اليوم زير الصحة عبدالحق سيحي على افتتاح الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة المصالح الوبائية والطب الوقائي الملتقى يدوم يومين ويتضمن برنامجه ورشاة لرسم خريطة طريق متكامل دعما للبرامج الوقائية وتعزيزها بالموارد البشرية والمادية اللازمة كما ستتمخض عن الملتقى نصوص قانونية تنظيمية تحدد مهما مختلف المصالح مع إمكانية ضم التكفل بالأمراض المزمنة للمصالح المختصة بالأوبئة في إخبارنا الدولية وفي جنوب إفريقيا ارتفعت حصلة ضحي انفجار سهريجي وقود شرق مدينة جوهانسبورغ إلى 15 هالكا و50 مصابا الانفجار وقع أمس بسبب سهريج محمل بالغاز المسال وعالق تحت جسر منخفض قرب مستشفى مما أدى إلى إصابات في صفوف المرضى والموظفين فيما أصب ستة من رجال الإطفاء اختموا هذا الموعد الإخباري مشاهدين العودة الآن إلى العربي بالسلوى وباقي برنامج إخبار ذهب اشتركوا في القناة